ها سلامة مرحبا بكم الناس الكل في الفيديو متاع اليوم مش نعملو وصفات مش وصفة حتى اكثر من وصفة وصفات تركية مش نعملو البنة اللي تشوفو فيها في الفيديو هذية الكل مش نعملو كباب اضانة الطريقة متاع الكباب وطريقة متاع الخبز اللي تشوفو فيه زيدا السلايت سلطة واحدة في الحقيقة السوس والروز زيدا الوصفات هذو ما خديتهم من عند صديقتي مقيمة في تركيا ومن عند زوجها اللي هو تركي نحب بالمناسبة كلهم يعطيكم الصحة ويخوا بخاطركم اللي واسعتوا معي بالكم وما بخلطوش عليها معناها بحتى معلومة اذا كنت تعرفوا الوصفات هذية خليكم معايا لاخر الفيديو اول حاجة نحضر الحم اختيت كمية من الحم البقري المفروض تكون بالحم العلوش معها كمية صغيرة مليا لكن كمينا ما عنديش ما ترحم العلوش هبرة كيفية معتها كمية كيفية وما عنديش صدق لي اختيت الحم البقري واللي هو فيه في تبيعته فيه دهون الحم البقري يكون معناها مفروض كما قاعدين نشوفو زيت عليه مغرفة ملح ومغرفة فلفل زينة شوفت الفلفل مهاروش هذيك كالي يكون صدير وحار برشا ماضي يعني هذيك عليش ما حتيتش كمية كبيرة وزيت عليه مغرفة خميرة متاع قطول هنا دورة كمية قطول متل قطول تخلي الحم كيفية يقعد تري وما يتحسوشها كشيح وكليبس العجينة 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 عجينة عجينة كما تعجن الخبز كما تعجن العجينة بتاع الخبز حتى شلين تماسك الحم غطيته بابيسيلوفان وخليته في الفرجدير الوقت اللي بش نحضر فيه الحاجات الاخرى نحن بش نمشيه الخبز الخبز هدية الخبز التركي ليقدم مع المشويات خبز لفاش التركي اسمه هكا بالضابط الخبز خديت ارتال فرينا خديت عليها مغرفة كبيرة خميرة متاع خبز مغرفة كبيرة متاع سكر مغرفة صغيرة ملح وأكا ههو ما دفي اللي بش نعجم بها المية العجينة او الحاجة المية العجينة بكى الماء و العجينة الهنى وقت اللى لموها ما لسم مش تكون عطرية ما نكثروش من الماء نبدلو نزيدو بشوية بشوية الماء و نلموه في العجينة نحاولوا انو كما تشوفوا الهنى بش اللمها بللي فيها الماء ما نزلت لهش الماء كما تشوفوا العجينة هنا تكون كاسحة تكون شادة روحة ما تكون شاكطرية واللينا على الاخر إلي تكون مطاوعة و تلسق ليتلى تكون كاسحة العجينة البتعالخبص حتى نعجنها نعمل لها عجنة باية نعجنها مليح مليح ونبعد نغطيها ونجعلها تخمر كملت عجنت العجينة ونغطيها كما قلت ونجعلها تخمر ونحضر اصلاتها اصلاتها هذي هي اللي تتقدم مع الكباب بالتحديد كباب اضناء هو اللي نعملو فيها في الفيديو هذا تتقص بالطريقة هذي تقص جويد كما قاعدين نشوفو فيه البصل والتماطم والمعدنوس اكاهاو هيدا شنو يجي فيها يتقصوا المهم مع انتها يتقصوا جيدين كما بيش تقصوا انتو ما مع انتها ندور ولا ولا انصاف ولا هكاية مع انتها على اربعة المهم انكم تقصوهم جيدين بالكل وهذي زوجها صديقتي معناها يقوم بخاطره في التسعة بتعليل قاعد نحكي نويا في فيديو وراني اخذي اصلاتها وقاعد يقص يواري فيها بالحاجة بالحاجة كيفاش منتها بالضبط كيفاش تتقص هنا كما قدت لكم قاسية لبصلة التماطم والمعدنوس جيدين حتي تعليهم رشا ملح شوية زيتونة وحصره قارز واقهوب باش نخلطها ونخليها على جيه هو في الحقيقة اللفاح متاع صلاته يتحط فيه زيادة السماق ويتحط فيه دبس الرمان لكن هذو مزوز ما عنديش كتافيت باللي موجود عندي في الدار وباش نتعرض ان حضر السوس خليت الفاقوس ولا ولا الجامرة ولا الخيار كل حد شنو يسميه برشته هو وشوية ثوم كما تشوفوا الهنى منتها بالبراشة الجويدة بالكل من بعد خديت يغورت طبيعي من غير سكر وطبيعة حتيت الأولى نيوم بعد ظهرتلي شوية زيت كعبة أخرى حتيت عليها رشا ملح وحتيت الفاقوس والثوم اللي برشتهم حتيتها معاها زيت عليها شوية نعناع شايح مرحي شوية زيتونة وأكاها وما حتيتش فيها الملح خلطتها كيف من هكيا ومن بعد ظهرت لي باش نزيد شوية زيتونة كيف من هكيا وخليتها حتى هي زيتها هذي كحضرة السوس ولعنى العجينة متاع الخبز حضرت خمرت معناها وضعف الحجم متاحها كما شفتو بالقديد بالقديد باش ننفرغها مكالهوية رشيد شوية فارينة وباش نقسم العجينة الكعابر يكونوا كبر شوية كما شفتو الخبز انا اخترت باش نعمله كبير حبيتو معناها يكون يشبه للخبز بالضبط الخبز اللي هذيك اللي يتقدم مع المشاوي معناها في تولكيا حبيتنا عملو معناها كبير على قد ما نقدر باش نكبر في الحجم متاعو هذيك عليهش قسمتهم كما تشوف فيهم كعبورات كبار من بعد بالاستعانة بالفارينة نحط كمية بيهية من الفارينة تعاولنا معناها على الحالين كما شفتو العجينة كاسها مهيشة كاترية المطاوة وباش نبدو نحل فيها نقعد نحل على قد ما نقدر باش نكبرها وكما قلت لكم معناها انا اللي اخترتني نعملها كبيرا تنجموا تعملوها صغيرة على كبر القليا اللي عندكم وكما تنجموا معناها تعملوها مدورة وإلا تعملوها مستطيلة معناها مش مشكل ولا مربع ولا معناها مش مشكل للشكل الهني باش ننفضها مكالفيرينة خاطر حتيت فيها برشة فيرينة وباش ننهز نحطها الهني حتيت فيه تباق ما عنديش معناها قلية في الكبر هذيك هذي تباق متعفور الفور اللي هو كيد لكم تعرفون ناس الكل كالتوركي هذيك المدور أكبر تباق عندي حتيت فيه حتيتوا على الجاز شعال تزوز كوين من الجاز وحتيت فيه هون قاعدت نطيل فيه كل مرة ندور على جهة كما نشوفوا الهني تبدأ تعمل فكرة لمبير نبدأ ندور فيها كل مرة على جهة حتيش لي نشوف الكعبة متاعنا ثابت وهذا يا خبزة أخرى كيف 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 كما قلت لكم بنفس الطريقة وكملت كيد الخبزات الكل بنفس الطريقة نحضروا الحمى بتاعنا الكبابة بتاعنا هو في الحقيقة يتحط فيه الاسفافة هذيك هم يتحط فيهم كما هكا يكون خشنهم كما العرض متاع السكينة لكن انا كنت في بالي عندي منهم لكن ظهرت معناها ما عنديش عندي هذو من العاديين مش جوايدين مش كما ما عند هكا العود لكن اعرض بشوية بركة بعد ما نحط الحمى هكا ندوره بالكسافود ناخذ شوية ماء بالاستعانة بشوية ماء ونعمل به هكا بسوابعي كما قاعدين نشوفوا في الفيديو بالضبط بش نعطيه هكا الشكل متاع التعرجات اللي تجيه في الكبابة من بعد ما كملت حضرت الكمية اللي عندي بكل شعلت لهم الشوية وبش نشبيهم على الفحم تنجمو زيدا راهو تشويهم على على الجاز وإلا في الشوية الكهربائية ولا حتى في الفور معناها كما تحبو انتم ما ما اكيد هو عالف حم عندو نكهة اخرى وبنها اخرى ولهنة بش نحضر الروس الروس اسهل حاجة خليته اخر حاجة خلترسيه البرشة حتيت شوية زيت وحتيت فيه الروس من بعد ما شللته حتيت صحفة روز تنجمو تحطوا كيس كيلة مع انتها كيلة روز مع انتها صحفة روز حتيت وعليها بش نحط صحفة ماء من بعد حركتهم كما هكا حتيت شوية ملح وحتيت لفاح متاعنا اللي هو تبلو كروية خلطتهم و هكا دو ما بدت تعمل في الفقعات بش ننقص في النار على الاخر ونغطيه ونخليه حتيش ليني تيب معناها ما عادش لنطل عليه لحد شاق اللي نشوف نشح على الاخر الماء متاعه نشوف نشينتو اللي نلقاه طاب المهم يكون على نار خفيفة نقصة على الاخر وهذه الخبز متاعنا شوفوا مشالله جيوا الخبزات كما حبيتهم بالضبط معناها الشكل متاحهم يشبه برشا للخبز متاع المشاوي اللي يقدموه مع المشاوي في تركيا وحبيت نعملها كالجاو هكا بتاعه بالضبط بطريقة كفيش تناحى وكفيش تناحى وكفيش تناحى من المصفيفة بتاعه وحتيت معناها حتيتهم فوق الخبز و هذي كم شوية جرم فلفل معناها شوية الفلفل والتماطم كنت مش نعمل سلاطم بعد حتيتهم كما هم يحطوهم معناها بالطريقة اللي يحطوها معناها في تركيا حبيتش نبدل حتى شاء والكباب يتقدم بالطريقتين يتقدم بالطريقة هذي معناها على الخبز ولا يتقدم معناها معناها مع الروز بالطريقة اللي بتشوفوها هذي اللي هناكي في قصية الخبز حبيت نوريكم الخبز كيفش من داخل زيدا يجي معناها ما فيهش بابة لكن بهي واكل مش غاير معناها حاجة غريبة علينا نحن نحبوا البيبة في الخبز لكن زيدا بنين مش خايل الوصفة بتاعنا اليوم مفيت ان شاء الله تكون عجبتكم و ان شاء الله تجربوها وتعجبكم و نرجع لكم في وصفة اخرى ان شاء الله تبقى على خير بسلامة باي باي موسيقى 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 اشتركوا في القناة